موسيقى هذه أبرز العنوين نادي الويداد الرياضي يفسخ عقد المدافع حمس الرجراجي ويكشف عن التفاصيل نادي ميلال إيطالية يفاجي العالم ويقدم عرض رسمي كبير من أجل تفر بخدمات نجم المنتخب المغربي في الميركات المقبلة في تاني ظهور له سوبول يساهم في تعادل باستيان أمام مونكو رئيس الرجاء الرياضي محمد بودريقة يكشف عن تعاقده مع مهاجم جديد من أمريكا الجنوبية موسيقى موسيقى علمت المصادر إدارة الويداد الريادية أن المدافع حمزة الرجراجي توصل إلى اتفاق مع المسؤولي النادي الويداد الريادية يقضي بفسخ عقده مع الفاريخ الأحمر بالتردي وأشارت نفس المصادر إلى أن الرجراجي انفصل عن نادي الويداد بشكل رسمي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق ودي لإنهاء الارتباط الذي دام لستة أشهر فقط وانضم حمزة الرجراجي إلى الويداد يوليوز الماضي ولم يشارك مع الفاريخ الأحمر إلا في مئة دقيقة موزع على ثلاث مباريات وأتار خبر فسخ عقد الرجراجي مع الويداد الريادية ردود أفعال غاضبة من طرف الجمهور الويدادية التي عادت لانتقاد سياسة الانتدابات النادي باستقدام لعبين لا يشاركون مع النادي إلا نادرا ليتم الانفصال عنهم أشهر قائلة بعد ذلك كشف الصحافي الإيطالي رودي غيلاتي عن صعي نادي ميلان الإيطالي للحصول على خدمات المدافعة الدولي المغربين في أكراد لاعب نادي ويسام يونيت الإنجليزي خذل المركات الشتوي الحالية وعفقا للمصادر ذاتها فإن ميلانا عرض ضم أكراد على سبيل إعارة من فارق نادي الإنجليزي في أمريكات الشتوي المغرب وأشارت الصحافي الإيطالية إلى أن النادي الإنجليزي لا يرغب في أن يكون رحيل نايف أكراد إلا بشكل نهائي وعدم تصريحه بشكل إعارة وأكد رودي أن نايف أكراد بدوره منفتح على خوض تجربة جديدة بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 رفقة المنتخب الوضعي المغربي حيث ارتفعت القيمة التسويقية لنجم المنتخب الوضعي المغربي يقبل تألقه ثابت مع نادي ويسام يونيت الإنجليزي في الفترة الماضية حيث وصلت إلى 38 مليون يورو وإن ضم نايف أكراد إلى نادي ويسام يونيت الإنجليزي صيف سنة 2022 قادما من رين الفرنسي مقابل 12 مليون يورو بموجب عقد يمتد إلى صيف سنة 2027 ساهم محمد سوبول لاعب فريق نادي الرجاء الرياضي السابق والمنتقل خلال المرحلة الانتقال الشتوية الحالية إلى النادي باسير فرنسي لكرة القدم في تعادل فريقه بهدف لميتله أمام رديف موناكو يوم أمس السبت في المباراة الويدية التي جمعت بين الفريقين وشارك اللاعب السابق لفريق نادي الرجاء الرياضي في هذه المباراة الويدية عند حدود دقيقة الساديسة والأربعون من زمن شوطاني للمباراة وتعمد المباراة المذكورة هي الثاني ظهور للعب سوبول رفقة باسيا الذي انتقل إليه في الميركات الشتوية وعلى النادي باسير فرنسي يوم الأربعاء تعاقده مع محمد سوبول بعقد يمتد لموسمين ونصف قادما من نادي الرجاء الرياضي تعاقد فريق نادي الرجاء الرياضي مع مهاجم جديد من أمريكا الجنوبية وبحسب المعلومات فإن الأمر يتعلق بالمهاجم الأرغوياني أدريان بالابوة البالغ من العمر 29 سنة وإن فتح الرجاء الرياضي على مدرسة أمريكية اللاثينية إذ سيكون بالابوة الثاني لعب من تلك القارة يتعاقد مع نادي الرجاء الرياضي بعد الفنزويلي أبريغو وأنهى بالابوة ارتباطه مع فريقه الكولومبي بريبرا ليصبح لعبا الحرا مما مكنه من التعاقد مع الرجاء الرياضي في انتظار التوقع الرسمي المقرر في 19 من الشهر الجاري ويملك بالابوة مؤهلة تقنية وبدنية جيدة إذ يكفي أن طوله يصل إلى متر وستة وثمانون سنتيمتر ويمكن أن يلعب جناحا أيصر إلى جانب كونه مهاجم ومر بالابوة بتجربة في الدور اليونانية مع فريق بنتيانايوكوس اليونانية لم تكلب نجاح وكذلك في إسبانيا مع راسينغ سنتاندير وتبقى أغلب الفرق التي لعب لها المهاجم بالابو من الأوروغوي والأرجنتين والبيرو والتشيلي وكولومبيا مع تسجيل ملاحظة مهمة مفاد واللعب مع 14 نادي في ضرف 15 سنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة